الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية من تطور مستمر وتنصيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وخلال اتصال هاتفي أجراه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن حسين شدد الرئيس السيسي على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعمقها بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين من جانبه أشاد العاهل الأردني بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن وبالتنصيق الدائم مع الرئيس السيسي مؤكدا تطلعه للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال يأتي في إطار التشاور المنتظم بين الرئيس السيسي وشقيقه ملك الأردن حيث تترك إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك قال الرئيس الأوكراني بلودمير زينيسكي أن هناك مشاكل كبرى في المياه والتدفئة والكهرباء في مناطق عدة بالبلاد لسيما في العاصمة كييف ومدينتي الفييف وفانستيا وأضف أيضا زينيسكي أن هناك عمليات إغلاق واسعة النطاق في العديد من المناطق الأخرى وأعلن الرئيس الأوكراني عن الحاجة إلى قدر كبير من العمل لتحقيق الاستقرار في نظام الطاقة ومن جانبها أوسط مؤسسة المياه الأوكرانية في وقت سابق سكان العاصمة بتخزين المياه للاحتياجات المنزلية والتقنية مع انقطاع الكهرباء الذي يؤدي لوقف محطات الضخ فيما قد تنقطع التدفئة المركزية عن مناطق أوكرانية نظرا لشح الكهرباء والمياه أعلنت تهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تحاول استعادة المواقع المفقودة في اتجاه الإيمان وأشارت الهيئة إلى أن القوات الروسية نفذت خمس ضربات صاروخية لفتة إلى تعرض البنية التحتية المدنية في بعض مناطق دونتسك للاستهداف وأضفت الهيئة أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين تم إطلاقهما من شبه جزيرة القرم على منطقة أوديسا أكدت الخارجية الروسية أن الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا ستأتي بعواقب سلبية كالعقوبات السابقة على الاتحاد الأوروبي وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا وأضفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريازة خاروفا أن مسألة حضر بث أربع وسائل أعلامية روسية أخرى في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو انتهاك لحق سكان الاتحاد الأوروبي في الوصول إلى المعلومات وقالت زخاروفا أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي جادا بشأن الأمن الغذائي فعليه اتخاذ خطوات شاملة تنص على رفع كافة التدابير التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على توريد الحبوب والأسمدة والمواد الخام أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن بيونج يونج أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر اليابان ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية محركا علي الدفع يعمل بالوقود الصلب وصفته وسائل أعلام رسمية بأنه اختبار هام لتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد هذا وأطلقت بيونج يونج موجة غير مسبوقة من الصواريخ من كافة الأنواع هذا العام منها صاروخ بلستي يعدل أكثر تطورا يحتضن أستاذ لوسال اليوم قمة مثيرة بين فرنسا والأرجنتين في نهاية كأس العالم في قطر وتسعى الديوك الفرنسية للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخهم والحفاظ على لقبهم الذي حققوه في النسخة الماضية في روسيا 2018 ليصبح ثالث منتخب يفوز بلقبين متتاليان للمنديال بعد إيطاليا في نسختي 1934 و1938 والبرازيل في عامي 1958 و1962 فيما يطمح رقص التانجو بقيادة ميسي في حصد اللقب الغائب عن خزائنهم منذ ستتين وثلاثين عاما حقق منتخب كرواتيا الميداليا البرونزية بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم على أستاذ خليفة دولية في لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال قطر وكان منتخب كرواتيا قد حقق الميداليا البرونزية من قبل في كأس العالم عام 1998 بفرنسا ونجح في تقرارها للمرة الثانية في تاريخه كما نجح رفاق لوكا مودريتش في حصد فضية النسخة السابقة في روسيا هذا ونجح منتخب المغرب في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد المركز الرابع كأول منتخب إفريقي وعربي يحقق هذا الإنجاز في تاريخ المونديال انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل